How to avoid donor reactions إزاي نتفادى أي حاجة مش كويسة تحصل للمتبرع Good donor selection لو اختلنا المتبرع اختيار كواس جداً هنقلل أي مشاكل صحية ممكن تحصل للمتبرع أثناء عملية التبرع أو بعد عملية التبرع Donar stuff should be trained يجب أن الناس اللي بياخدوا الدم يكونوا متدربين تدريب كويس جداً على Basic life support ياخدوا دورة في حاجة اسمها PLS Basic life support أساسيات الحياة Most blood centers have designed post donation area زي ما هياخدوا الدورة بتاعتهم في اللي هو أساسيات support اللي هو دعم الحياة في نفس الوقت لازم أجهز لهم من مكان كويس جداً مكان التبرع ومكان ما بعد التبرع Post donation area يقعد فيه المتبرع يريح يشرب عصير أتطمن عليه تماماً بعد كده أتركه يروح ترجمة نانسي قنقر